اشتركوا في القناة افضل رسومات للأجهزة الضعيفة والقوية من حيث اللاج او التقطيع بعد التحديث زائدين اهتزاز الهاتف المحمول او نظام الاحتزاز ليش اذا مع بعض الناس وعاد بعض الناس ما بيدعم طبعا يا اخوان شرحنا جميع الاعدادات بعد التحديث بهذا الفيديو طبعا يا اخوان بالنسبة للحساسية يوم او يوميا رح تنزلكم افضل حساسية تتوافق مع الأجهزة الضعيفة والقوية وجميع الفرايمات من ناحية الهيتشوت والثبات وبدون ضياع ايم ان شاء الله طبعا يا اخوان المنشترك بالقناة يشترك فعل زر الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد خلونا وصل مقطع هذا الف لايك مش هذا امتعه طبعا يا اخوان انا حذفت اللعبة ونزلت من جديد عشان نعمل الاعدادات والرسومات بالشكل الصحيح بعد التحديث مع بعض طبعا يا اخوان انا نزلت اللعبة ونزلت بس الموارد وبيدي اعمل الاعدادات مثل ما بعملها النفسي رح اشاركها معاكم طبعا يا اخوان ندخل على الاعدادات ونشوف شو هو تقيير اللي صار وشو صار بالازرار وكمان شو هي الاعدادات الصحيحة والرسومات اللي راح نفعلها بعد التحديث طبعا يا اخوان رح ندخل على الاعدادات مع بعض ونشوف شو هو تقيير اللي صار بشكل ملحوظ مثل ما شفون زر الصوت اختفى وكمان هو الافكت او لون الدمج ندخل على الرسومات الجرافيكية والصوت مثل ما شفون صار الرسومات والصوت مدمجة مع بعض طبعا يخوان هذه هي الرسمات رح نعدل عليها وكمان مثل ما تشوفون ها هو التأثير كمان موجود بهذا المكان والزر الصوت أو التعديل على الصوت تمام يخوان هذا هو التقيير اللي صار طبعا يخوان رح نعدل على الرسمات مع بعض بعد التحديث مثل ما تعرفون أنه رح نخليها على سلسة وقوية كما رح نخليها على ملون كما على X2 X4 معطونيها لسه X2 طبعا يخوان الأجهزة الضعيفة اللي تصير عندها لا تفعلون هذا الأخيار والأجهزة القوية والمتوسطة عشان سرعة الطلق وما يسرع عدكم دمج وهمي او الرسومات تكون عدكم بشكل اسلسة وافضل طبعا اخوان اكس 2 عمل الوار راح نخلي على الاخضاء عشان الدمج الوهمي مشان ما يصير الرسمات كثير تكيلة على الجوال انا بخلي السطوع مثل ما تشوفون اخوان مية وعشرة كالعادة طبعا اخوان هذا شاشة غير قياسية مثل ما تشوفون طبعا اخوان هاي اللعبة بتعطيكم ايها شيء اساسي طبعا اخوان اخر خيار مثل ما تشوفونه هذا انا بحط له تفعيل كمان فهي افضل رسومات انا باستخدمها قبل التحديث بعد اي تحديث يكون طبعا اخوان التأثيرات رح ندخل عليها انا بخلي التأثير باللون الاصفر فضله بشكل كبير وكمان اخلي اخر شيء هو الاخضر او بخليه احمر هذا اخر خيارة اخوان مثل ما تشوفونه طبعا اخوان الصوت انا بعلي هذا الصوت على الاخير وخليه فائقة تمام اخوان طبعا اخوان رح نشرح بعد الرسومات مباشرة رح نشرح العددات من الاسفل الى الاعلى طبعا اخوان مثل ما تشوفون اللقاء اللقاء يخلوها اللقاء الانجليزية فكثير مفضلة باللعبة عشان اللاق وعشان الدمج الهمي والتكطيع خصوصا للجهزة الضعيفة والقوية وخصوصا لجماعة الايفون والايباد لانه اثناء اللوت بالايفون اذا خلت اللقاء عربية فكثير اللعب بلوت بشكل بطيء وكثير يصير فيه لاق في اخوان خلو اللقاء الانجليزية فلقاء كثير مفضلة باللعبة طبعا اخوان هاي بالنسبة للقاء بالنسبة للخصوصية والاجتماعية فهذا شي مفضل عندك وانت قراهم وعمل اشياء اللي رايحك طبعا اخوان وبنسبة للاهتزاز الهاتفى المحمول او نظام الاهتزاز بتدعم بعض الجوالات وبعض الجوالات ما بتدعم طبعا اخوان انا جوالي ايفون 11 فهاي المميزة بتدعم عندي فهاي مميزة هي اشعارات الاهتزاز طبعا إذا كان شخص قريب عليك مثلا خطوات أو بيرمي نيد فأنت تخصصها عليك كيفك يعني بيهتز الجوال إذا كان حدا بيقرب عليك وفي خطوات أو حدا بيضرب نيد أو أنت حسب ما تخصصها مثل ما تشوفون يخوان شدة الاهتزاز مثلا نخليها عالية لنفترض مثل ما تشوفون حاليا أنا وعم ألمس على العالية ففي اهتزاز بالجوال لنفترض يخوان اهتزاز الخطوات نفعل اهتزاز الخطوات مثلا في خطوات صارت على الخريطة فيصير عندك اهتزاز أو اهتزاز طلاق النار مثلاً في شخص بيطلق عليك نار فيصر عندك اهتزاز أو اهتزاز تحطيم الزجاج إذا في حده دخل وكسر الزجاج شباك تبع البيت فيصر عندك اهتزاز أو اهتزاز المركبة يعني إذا كانت مركبة قريبة عليك أو أنت راك مركبة فأعتقد يصر عندك كمان اهتزاز فعندك شدة الاهتزاز كمان تخليها عالية مثل ما شفوني يا أخوان أنا خلتها عالية فأنا حالياً الجوال عمي هزبيدي فهذا هو نظام الاهتزاز لا يقير شيء لا يأخر ولا يقدم فهذا هي المميزة هي أشحارات الاهتزاز نقطة التصويب نقطة التصويب أنا أخلي هذا أجزر أبيض بعدين رؤية نقطة الاستهداف الحمراء فأنا أخليها هذا السهم وبعدين على هذا اللون الأزرق ثلاثة الأبعاد أخليها في هذا اللون الأزرق والمنظار المائل نفس الموضوع كمان منظار الثلاثين وكمان منظار الثلاثة بالنسبة للالتقاط الالتقاط مثل ما أنتم تفضلون والشيء اللي تحبون طبعا يخوان الحساسية يخوان الحساسية رح نزلها فيديو جديد عم أشتقل عليه من ناحية الهيتشوت ومن ناحية الثبات ومن ناحية ضيعة الام بالمواجهة القريبة فرح تنزل لكم حساسية جدا أسطورية تتوافق مع التحديث 2.0 تمام يخوان فعطوني شوية فرصة ومهلة عشان بضبط الحساسية معاكم وتكون أفضل حساسية بالتحديث الجديد طبعا يخوان تخصيص الأزرار فهي عدادات الأربع عصابع طبعا يخوان هذا عدادات الأربع عصابع الناس اللي بدها الكود المخطط الثالث أول خيار التقطوله أو عمله للسكرينشوت فلأنه العدادات متتقير بعد التعديث أوكي يخوان طبعا يخوان ننتقل على عناصر التحكم وهذا الجزء الكبير من الفيديو طبعا يخوان رح نشرحها أخذ الفيس كام عشان ما يخطفي شي تحت الفيس كام ورح نشرحها بعد التحديث طبعا يخوان بعد ما خفين الفيس كام رح نحكي الاعدادات اللي لازم نفعلها ونلقي تفعيلها ما رح أحكي على جميع الاعدادات اللي تجي أساسية وما يلازم نلعب فيها عشان ما تنخبصون وطول الفيديو طبعا يخوان ننتقل مباشرة على اعدادات المنظر نخلي وضع النطاق أضقط باستمرار بعدين تبديل النطاق السريع نخليه تفعيل طبعا يخوان هذا النطاق السريع عشان تبدل بينشكوبات بالجيم بشكل أسرع تدوير الكاميرا أثناء الـ ADS تعطيل لأنه يضيع الايم بشكل كبير اعدادات النظر الخاطفة هي اعدادات البيك نخليه تفعيل بعدين أضقط باستمرار طبعا يخوان تدوير الكاميرا أثناء الحناء يعني بتخلي أسبعتك على البيك وتأخذ يمين يسار فيتحرك معك وهو عام البيك فأنا مخليها تفعيل لأنه ألعب أربع أصابع وبعمر ردات فعلي كثير فهي تلزمني النظر والمنظار مبتوح طبعا اخوان انا نخليها تعطيل اوكي عناصر تحكم وتقدمات طبعا اخوان دمج وضعية الجثوم والإنبطاح نخليها تعطيل ميزة منطقة رمي على هيئة قمع فنخليها إلقاء طبعا اخوان قفز تسلق فنخليها فصل ميزة للقاء السريع كمان نخليها تفعيل القفز التقائي تفعيل بعدين اضقط على الشاشة لتحدد الموقع هذا الشيء انا ما بحبه أبدا حبيبي والله طبعا اخوان ننتقل مباشرة على الانزلاق في الساحة انا ما استخدم الانزلاق نخليها تعطيل طبعا اخوان عرض كاميرا منظور الشخص الثالث هي منظور الايباد اخوان منظور الايباد قبل التحديث وبعد التحديث يضيع الايم بشكل مطبعي خصوص الجماعة الجوال فما انصح فيه تخلونا هو ثمانين ما انصح فيه أبدا أبدا طبعا اخوان عرض كاميرا منظور الشخص الأول كمان خلوها تسعين حساسية الركب خلوها خمسة وثمانين اوكي طي خلينا خمسة وثمانين مع بعض طبعا اخوان مساعدة الاستهداف او الايم اسست فخلوه تفعيل اكيد طبعا اخوان تحديد موقع الاصابة فخلوه تفعيل فشي كثير مميز فانت تضرب خصم فيصير انامي على الخصم مباشرة لصديقك او صديقك يضرب على الخصم فيصير لك انامي تلقائيا طبعا اخوان محجوب من قبل الجدار نخليه تعطيل طبعا اخوان تسريع التمرير الافرق يخلوه تعطيل لانه هذا الخيار اذا خلته شقال فبس ت لمسة سقيرة على الشاشة فالايم كثير سير سريع ويروح معك الكاميرا يمين ويسار او الاديس يروح معك يمين ويسار والحساسية راح تصير عندك بيض ويضع ايمك بالمواجهة القريبة من اي لمسة قطع على الشاشة طبعا اخوان حبيبي والله جيروسكوب تشغيل مباشرة اخوان عكس الجيروسكوب خلوها تعطيل لانه في كثير ناس عم تقعب هاي المشكلة ميزة التصويب اخوان انا خليها تعطيل هذا البيكة جديد حبيبي والله بيض طبعا اخوان بالنسبة ليجر التسجيل مثل ما تشوفون اللحظات البارزة تعطيل عادة هذا الموت كمان تعطيل لان يسبب لك بشكل كبير لاق لانه بيسجلون ولحظات بارزة وحبيبي والله فيصير تسجيل ولعب مع بعض خصوص الاجهزة الضعيفة فيصير كثير كثير لاق طبعا اخوان هذا ما كان يخص التحليق هذا ما كان يخص جميع الاعدادات خلونا نوصل مقطع هذا على الف لايك اتمنىكم تغلقات رب يسعدكم مشاهدة ممتعة